بيبدأ المسلسل مع نادين وآدم جزها اللي بيبان عليهم السعادة في حياتهم وبيقوموا من النوم عشان يبدأوا يومهم وبيروحوا الجيم وبتشوف نادين آدم وقف يتكلم مع واحدة وبتحس بالغيرة وبتروح تتخانق معاه وبيهزر معاه آدم وبيغلس عليها وبيفضروا يتحاكوا وبتظهر سلمة صديقة نادين وآدم اللي بتشتغل مدربة جنباز مائي وهي واقفة مرة مجموعة من البنات وبتروح تقعد بعدها مع الشريف الولد اللي هي بتحبه مرتبطة بيه وبيتكلمه سوا وبيقولها الشريف انه عايز يقابل أهلها فبتقوله انه يوما ما هتخليه قابلهم وبتسأله عن شغله ولوليه مواعيد فبيقولها انه مالوش مواعيد لانه ما بيحبش ده وكل فترة بيغير شغل ومستغرب ازاي هي تقدر تعمل نفس الحياة كل يوم في نفس المعادة وبيروح آدم وندين للسوبر ماركت يشتروا حاجات قبل رمضان بيوم وبيجيبوا حاجات كتير قوي وبيتفاجئ آدم بالفاتورة الكبيرة وبتفضل نادين تصور فيه وبتضحك وبيرجعوا البيت وتبدأ نادين تحضر الأكل مع مامتها وحماتها فيفي اللي وصلت وبتسلم عليهم وبتعيد عليهم في أول يوم لرمضان وبيوصل والد نادين وبيبانى على والدة نادين انها متضايقة منه وبتحاول ما تبينش وبتأكد نادين على آدم ان كل حاجة تمام عشان ما يبقاش شكلهم وحش قدام أهلهم وبتروح سلمة ببص على الباب من بعيد وبتلاقي شريف وصل وبتنده لفيفي وبيسلم أدم على شريف وبيرحب بيه في البيت عشان بيتعرفوا عليه الأول مرة وبتبقى سلمة متوترة جدا وبتعرفوا على العيلة وبيقعدوا كلهم يفتروا على الصفرة وبيعلق أدم على الأكل وبيعرفوا منه انه بيحب الطبخل انه عايش لوحده من زمان بعد ما سبت أهله وبيقول لفيفي انه أهله شجعه بعد ما سألته لو كانوا أهله وفقوا على الفكرة دي وبيقول شريف انه بيشتغل في النجارة وبيعمل شغل يادوي مختلف عن اللي موجود في السوق وتاني هم بتكلم سلمة أدم وبتسأله عن رأيه في شريف وبيقولها انه ملحقش يقعد معاه بس شكله ظريف لكن ندين اللي لها تعليقات عليه على شخصيته وبتمر الأيام وبيجي لأيد كبير وبتسأل ندين أدم ليلة الوقفة لو هيقدروا يسافروا مع صحابهم يتفسحوا وبيرفض أنا من الفكرة وبيقولها انه مرهق في الشغل وعايز يرتاح في البيت وبتتخاني معانا دين اللي بتقوله انهم لسه شباب ولازم يستمتعوا بحياتهم وانها ما تجوزتش عشان تعيش عيشة أهلها وبيقولها أدم انه طول الوقت في الشغل مطحون وبيعرض عليها تسالي وقتها وتملى الفراغ اللي في يومها بالشغل فبتقوله انها حاولت تدور على شغل وملقتش بس بيقولها أدم انها اللي مش عايزة تشتغل فدقنا دين من كلامه فبيعرفها أدم انه خاف عليها وانه دماغها وتصدي من القاعدة في البيت وبتسافر سلمة مع الشريف ومامته الفرنسية وبيخيمه وسوا وسط الجبال وبتقول والدة شريف ان ابنها بيحب يطبخ جدا وبتحكي سلمة عن نفسها وشغلها وبتسأل والدة شريف سلمة عن أهلها وشغلهم وبتوتر سلمة وبترد متأخر وبيلاحظ شريف انها ما كانتش عارفة الإجابة وبتقعد سلمة مع الشريف يتكلمه سوا وبيقولها شريف ان دي أول مرة مامته وتقعد مع واحد ارتبط بيها وبتفرح سلمة جدا وبيعلق الشريف على ان علاقة سلمة بأهلها وحشة جدا للدرجة انها مش عارفة وما بيشتغلوا ايه فبتحكي له سلمة وبتقوله ان علاقتها بيهم مناسبته بس وان أهلها تطلقوا بعد ثلاث سنين جواز وكل واحد كان ياخدها شوية لحد ما كل واحد فيهم اتجوز وحطوها عند جدتها اللي كانت بتحبها جدا لحد ما توفت وبتروح نادين مع أدم يزوروا أهلها وبيسمعهم وما بيتخانقوا من ورا الباب واول ما بيفتحوا بيتعاملوا عادي وبيبانى على نادين انها متوترة من طريقة معاملة أهلها البعض وبيوقف أدم مع والد نادين يرمو بمب من الشباك سوا ونادين بتدخل المطبخ مع مامتها وبتقولها انها سمعتهم وما بيتخانقوا وعايزة تفهم في ايه فبتقولها مامتها انها عايزة تتطلق وانها زهقت من عشتها مع بواها وجابت آخرها وبترجع نادين يليبيت مع أدم وهي مضايقة جدا ان مامتها عايزة تتطلق وبيفهمها آدم ان أهلها كبار وما حد شايفها من اللي بينهم غيرهم فبتقولوا نادين انها عاشت معهم سنين وما شافتش ده فبيقولها انهم ممكن كانوا بيحاولوا يداروا قدامها مش أكتر وبتسافر نادين مع آدم وسلمة وشريف وصحابهم يتفسحوا لك بتكتشف نادين انها حامل وبتتخض هي وآدم جدا بس بيحاولوا يتقبلوا الموضوع وبيطلب آدم من نادين ما يقولوش لحد دلوقتي ويستنوا شوية وبينزلوا يروحوا البحر لصحابهم وبتقول واحدة لندين ان عمر صديقهم ما شالش يانه من على سلمة وشكله لسه بيحبها فبتقول لها نادين ان الموضوع ده تقفل من زمان وسلمة دلوقتي مرتبطة بالشريف وبتحبه وبعد ما بتخلص السفرية وفي طريق الرجوع بتقول سلمة للشريف انها مبسوطة انه تبسط مع صحابها وبتشكره انه تعامل بطريقة عادية مع عمر وبيقولها الشريف انه طالما علاقتها بيه خلصت من زمان الطفل وبتدق جدا وتفضل تعايت وبترفو تاكل او تشرب رغم محايلة الكل عليها وزعلهم عليها وبتروح سلمة تزور شريف وبتحكي له اللي حصل وبيقولها ان ده افضل لهم عشان الطفل مسئولية كبيرة خصوصا ان ادم وندين بيتخنقوا كتير ولازم حياتهم تبقى مستقرة الاول وبتتهم سلمة الشريف انه كره للمسئولية وبيهرب من اي حاجة فيها مسئولية وبتعرفوا انها خايفة من النقطة دي في جدا فبيحضونها الشريف وبيطمنها وبيقولها ان علاقتهم حلوة ومستقرة وانه مبسوط معاها وبيعرض عليها يعيشوا سوا وبتفكروا سلمة انه بيتقدم لها لكن شريف بيفهمها انه قصده يعيشوا سوا من غير جواز وبتدايق وبتستغرب سلمة من كلامه وبتقوله انهم في مجتمع شرق محافظ ومش موافق على كلامه وبيستغرب شريف من ردها وبيقولها انهم مختلفين عن الناس وكان فاكر انها مختلفة زيه وانه مش هيقدر يتجوز غير لما يعيش مع البنت اللي هيتجوزها ويعرف هيتأقلم معها ولا لا عشان ما يعيش جوازة فشلة زي ادم ونادين اللي رغم انهم صحاب من المدرسة وبيحبوا بعض لكن بعد الجواز اتغيروا فتعرفوا سلمة انهم بيحبوا بعض ودلم خلاهم وكملين في جوازهم رغم الفروض وبتنهر سلمة وبتسأله لو اهلها كانوا في حياتها كانوا يطلب منها نفس الطلب ده وبتسيبه وبتمشي قبل ما تسمع منه الاجابة وبتظهر ندين اللي قاعدة بتعايت وهي مسكة لعبة صغيرة وبيدخل عليها ادم يحاول يهديها ويخرجها من الاكتئاب اللي هي عيشة فيه وبيديها خاتم هداية ومناسبة تعيد جوازهم وبتشكره ندين لكن بتصرحوا انها مش كويسة والدنيا عندها متلخبطة ومش قادرة تتقبل اللي حصل وبيقولها ادم ان لها الحق تاخد وقتها في استعاب الموضوع وبتعدي الايام وبترجع ندين لحياتها وفي عيد الام بتروح ندين لفيفي والدة ادم وديها هداية مع ادم وبتوصل سلمة ومعها هداية وبلالين وبتفرح فيفي جدا ان سلمة جابت لها الحاجة لنفسها فيها وبتحس ندين بالغيرة من سلمة عشان فيفي فرحة بهداية اكتر وبتعرف فيفي من سلمة انها سابت شريف من شهر وما قالت لهاش وبتسألها فيفي عن السبب وبتدمع سلمة وبتحكيلها اللي حصل وبتتعصف فيفي وبتقولها ان اسلوب حياتها هو اللي اداله الجرأ يفكر كده وبيدخل ادم ونادين عليهم وبتحكيلهم سلمة اللي حصل وبيزعق ادم وبيطلب من سلمة ما تكلموش تاني ابدا وبتتخانق ندين مع ادم وبيروحوا البيت اهل ندين اللي هم كمان بيتخانقوا وبتطلب هناء والدة ندين الطلاق وبيحاول ادم يهديهم مع ندين وبيحلف والد ندين انها لو طلبت الطلاق تاني هيطلقها فعلا وبتدخل هناء قضتها وبيدخل وراها جوزها وبتقوله انه عمره مقدر اللي بتعمله وانها مش عايزة تكمل عمرها معا وبتقوله يعتبر انها طلبت منه الطلاق للمرة الثالثة عشان مش هقدر تستحمل معا سنين اكتر من كده وبيوافق جوزها على الطلاق وبتيجي ندينه معها ادم والمأزون وبيتمموا الطلاق وبيروح شريف لمامتو وبيقول لها انه مش عارف الا حصل عشان سلمة تسيبه وتقطع علاقتها بيه فبتقوله مامتو انه كل واحد فيهم عنده وجهة نظر ومتمسك بيها ومش عايز يتنازل عنها وبينصحوا بابا يروح يتقدم لها رسمي وانه ده الحل الوحيد لكن شريف ما بيوافقش على الرأي ده وبتتخاني ندين مع مديرها في الشغل اللي هي بدأته عشان بتعدل على العميلة بتاعتها وبترفض تعمل اللي عميلة عايزة وبتعمل على مزاجها وبيقرر مديرها انه يرفضها وفي نفس الوقت ده بيستقبل ادم خبر رفضه وكمان بعدما الشركة اللي بيشتغل فيها اتباعت وصفت الموظفين القدام وبيرجع ادم البيت وبيعرف ندين اللي حصل وبتقوله ندين انه هي كمان سابت الشغل عشان مش مرتاحة فيه وبتسأله هيعمله ايه وبتقرر في النهاية انها ترجع الشغل وتتغير وما تعنتش عشان تمشي الدنيا وبترجع ندين في يوم وبتلاقي ادم قلب قضى من قضى البيت وخلاها للبليستيشن وبتستغرب ندين انه بيعمل كده وقت زنقتهم ومش بياخد رأيها زي زمان وبتقوله انه تصرفاته غريبة فبيقولها انه بقاله خمس شغل في البيت ما بيعملش حاجة واكيد ده مؤثر عليه وبيرن جرس الباب وبيعرف ادم ان ندين طلبت اكل من بره لانها مش هتقدر تطبخ وتشتغل في نفس الوقت وبتدخل ندين الاوضة وبتفضل تعيط وبيدخل عليها ادم وبيعرف انها حامل وبيحاول يحتويها وبيقولها ان الموضوع ده المفروض يسعدها وان الطفل بيجي برزقه وبتخالف ندين توقم وبيعمله اسبوع كبير قوي وبتقابل سلمة عمر في السبوع وبتعرف منه انه هيسافر لندن وبيقولها ان ما بقاش في حاجة عشان يقعد لها هنا وبتتجوز سلمة شريف وبتعطي تفرج عليها وبيشتغل وبتطلب منه يكبر شغله وبيرفض اما ادم فبيشتغل في شركة جديدة لكن ما بيبقاش مرتاح مع ضغط الشغل وافكار الشركة المختلفة وزملائه اللي بيبقوا صغر منه بكتير اما ندين فبتبقى تعبنة جدا في تربية التوقم لوحدها وبيهرب ادم من البيت عشان ندين دايما متعصبها والعيال بتعيط وبيروح يقابل سلمة وبيشتكلها وبعد ما بيرجع البيت وبيلاقي ندين بتعيط بتقوله انها تعبت من الضغط اللي بتشوفه في تربية العيال وهو سبها ونزل فبيتأسف لها ادم وبيحاول يهديها وبيقرر يسعدها ويحمل العيال وبينزل يروح يجيب حاجات من السوبر ماركت وبيلاقي فلوسه مش مكفية وبيضطر يشتري بس الحاجات الخاصة بولاده وبيقرر ادم انه ياخد قرد ويعمل مشروع ملعب بدل وبترفض ندين الفكرة وبتقوله ان اللعبة جديدة وممكن المشروع يفشل ويلبسه في قرد والاحسن لانه يشوف شغل في شركة كبيرة مضمونة بفلوس كويسة وبتجيب ندين مامتها تساعدها في تربية الاولاد وبيتخاني معها ادم لان مامتها هتقعد في قط البليستيشن وبتتهمه ندين انه مش بيساعدها ومش عاجبه انها تجيب حد يساعدها وبيقولها ادم انه مستحمل شغلانة مش بيحبها علشانهم وبيعمل كل اللي هي بتطلوبه وبيعرض عليها فكرة انها هتنايم مامتها معاها وهو يقعد في القوضة التانية فبتقرر ندين انها تروح للكوافير وتعمل شعرها بعد ما حست انها بتخسر حب ادم وثابت العالم مع مامتها لكن مامتها بتدخل عليها وهي قاعدة مع ادم اللي ما بيحسش بالراحة في البيت وبيتدايق ده الندين هي كمان تتدايق من وجود مامتها اللي بتغير اماكن الحاجة في المبخ وبتتخانق ندين مع ادم عشان بيحبوا كمبيوتر وبيحطوا في القوضة اللي فيها مامتها وبيقولها انه هيشتغل في الوقت اللي صحية فيه لكن ندين بتقوله ان مامتها تحس نوم بيتردوها وبتسمع هناء خناءة بنتها وجوزها وبتقرر تلم هدومها وتمشي وبتقول لنادين ان الولاد بقوا كويسين وهي ملاش لازمة دلوقتي فبترجع ندين وتكمل خناء مع ادم وبتطلب منه يعتذر لمامتها فبيسيب لها البيت وبيروح لسلمة وشريف وبيحكي لهم اللي حصل لكن بيليهم وقفين مع ندين ومامتها وبيحاولوا يفاهموا انه لازم يبقى هدى من كده معيهم وبتقرر سلمة تروح لنادين وبتطلب من ادم يبات مع شريف وبيقرر شريف انه يعمل فرح لسلمة بعد ما تجوزوا بفترة وبيروح ادم يعتذر لهناء وبتقولوا انها مزعلنة منه تفاجئ سلمة بمامتها اللي جات الفرح وبتقابلها بطريقة بردة جدا وبياخد شريف اهله وبيعرفهم على سحر والدة سلمة وبعد الفرح بتروح سحر تزور شريف وسلمة في البيت وبيرحب بها شريف وبتتعامل معها سلمة ببرود وبتقولها سحر انها كلمتها كتير وهي ما ردتش وبتسألها سلمة عارفت منين عنوان البيت وبتقولها سحر انها عارفت يوم الفرح قول كمان انها متضايقة عشان الحالة اللي وصلوا لها سوا وجاية لها عشان يبدأوا صفحة جديدة لكن سلمة بترفض تسمع لها او تقبل منها ايه كلام وبتقول الشريف بعد ما سحر مشيت ان هي جات صالحة عشان مصلحتها عشان شافت نفسها غريبة في الفرح وبتعايته بتقول انها عايزها تفضل بيد عنها فبيحاول شريف يطمنها وبيطبطب عليها وبيطلب منها ما تفكرش في الموضوع ده التاني وتدخل تستريح اما ندين فبتقرر تلبس وتتشيك وبتودي الولادة عند باباها وبتستقبل قدم اللي بيستغرب اللي هي عاملية وتعاملها الهادي معاه ورقتها وبيقعد يكمل شغل وبيلايها جايباله هدية وبيعرف ان النهاردة عيد الحب وهو نسي وبيتأسف لها بس هي بتزعل وبتدخل تغير هدومها وبتعدل ايام وبيكبر ولاد ندين وآدم وبنشوف ندين وهي قاعدة تلعب معهم في جنينا وبيجي لها مكالمة من مامتها وبتنشغل معاها وفجأة بتبص بتلاقي حد من ولادها ناقص فبتشيل هاشم وبتجري تدور على صالح في كل مكان زي المجنونة وبترنى على آدم وبتقوله ان صالحتاه وبيقدر آدم يلاقيه وبيرجعه وبتفضل ندين تعايت من الخضة وبيحضنها آدم وبيططب عليها وبيطمنها عليه لكن ندين بتتخاني معاها نسابهم وراح شغله وبيطلب آدم من ندين تبطل خنقات ودراما لكن بيرجع يعتذر لها لما بيلايها نهارت وفي يوم بيعرض آدم على سلمة تشتغل معاه في مشروعه الجديد للبدل وبتحس ندين بالغيرة وبتقوله انها حامل عشان تشوف رد فعله وبتفضل تتحك عليه وبتقوله انها بتهزر وبينزلوا يسهروا بره وبيقابل آدم واحدة يعرفها وبيسلم عليها وبيستنى ندين تغير عليه لكن ندين بتقوله ان ده كان زمان لكن دلوقتي خلاصه وبقى أبه وبكرشه ومش قلقان عليه وبتروح سلمة لدكتورة نفسية بعد نصيحة شريف ليها وبتتكلم عن مشاكلها مع أهلها وعقدتها منهم وبيستنىها شيف تحت العيادة حد ما بتخلص وبيتمشوا سوا وبتقوله سلمة انها ارتحت للدكتورة وحاسة انها تقدر تفتح لها قلبها وبيغرق بيتهم بسبب عصفة جديدة وبيحاولوا انهم يدخلوا حاجتهم ويحبزوا عليها بيد عن المية وبيقفلوا الشبابيك والبلكونات وبيوصلوهم مكلمة من آدم الانهار لانه مشروعه تضمر بسبب العصفة وبيلاي الملعب اللي عملها نهارت كلها وبيروحوا يوسوه وبيتعصب آدم على ندين اللي بتعيط فبيروحوا يعتذر لها وبيقرر شريف وسلمة انهم يساعدوا آدم في اعادة بناء المشروع بتاعه وبيشكر آدم الشريف على مساعدته في وقت قياسي لكن آدم بيتفاجئ ان في حظر تجول اسبوعين بالسبب تفشي فيروس كورونا وبيقعد كل الناس في بيوتهم يتفرجوا على التلفزيون والاخبار وبيبدأوا يلبسوا مسكت واي حد يخرج ويرجع ويعقم نفسه وبتعقم نديم من آدم قبل ما يدخل البيت بطريقة هسترية وخايفة جدا من أقل حاجة وبيطمنها آدم ان الآزمة دي مش هتطول وهتعدي بسرعة وبيحس شريف وسلمة بالزهق من كتر القاعدة في البيت هم مش متعودين على كده وبتنصح الدكتورة النفسية سلمة انهم يحاولوا يشغلوا نفسهم عشان ميحسوش بالملل ده وبتطلب سلمة من شريف انها عايزة تخلف وبتسأل شريف ليه بيهرب كل مرة بتفتح فيها الموضوع بيقولها شريف انه مش عايزة أطفال ومحتاج يفكر كويس قبل ما ياخد الخطوة دي وبتعدي فترة كورونا وبيتجمعوا كلهم سلمة وشريف وأهل ونادين وآدم وأهلهم وبيفطروا في أول يوم رمضان بعد كورونا وبيعودوا بعدها يتكلموا سوا وبيحكي آدم عن الفندق الجديد اللي بيعملوا مع مجموعة شركة أما ندين فبتعط اتمرن على أداء صوت الإعلان بعد ما عارفت من سلمة انها تقبلت في إعلان جديد وبتروح لستوديو عشان تسجل أما فيه فبتروح لدكتور تجميل عشان يعملها عملية وتشيل التجايد اللي في وشها وبتكمل سلمة زيارات للدكتورة النفسية وبتحكي لها عن ذكراتها القليمة مع أهلها ومقارنتها بالأهل اللي بتشوفهم مع أولادهم في التمرين والنادي وبتتخانق ندين مع آدم لأنهم سفروا يتفسحوا ونادين جالها شغله ومضطرة ترجع تسجل الإعلان الجديد وتسيب العلم مع آدم اللي رفض الفكرة وبتتحايل ندين عليه وبيوافق في النهاية وبتشكره ندين على تفاهمه للموقف ولما بيرجعه البيت بيطلب أدم من ندين تسافر معاه عشان تشوف الأرض اللي هيبني عليها مشروع وترفض ندينه وبتقوله إنها مش هتعرف تسافر بالعيال فبيارد عليها فكرة إنهم يودوا العيال لفيفي وبيروحوا فعلا سوا يتفرجوا على الأرض وبيشرح أدم كل حاجة لنادين اللي كانت مجهولة عنه فبيضايق أدم إنها مسكة تليفونها ومش مركزة مع كلامه ومهتمة برأي الناس على إعلانها على السوشيال ميديا أما فيفي فبتنشغل بالكلام مع الدكتور بتاعها اللي بقت معجبة بيه وبتسيب العيال قدام التلفزيون وبيبلع واحد فيهم أدوية بتاعتها وبتاخده للمستشفى وبترجع ندين منهارة والآن على ولادها وبتتخاني مع أدم ومامته وبتدخل فيفي في علاقة رومانسية مع الدكتور بتاعها وبتقول لي سلمة وبتخب على ندين وبتخرج في عيد ميلادها تقابله وبتحتفل معاه وبتتأخر ندين في يوم في تسجيل إعلان وبينزل أدم يدور عليها وهو قلقان جدا وبيروح لها لستوديو وبياخدها للبيت يتخنقه وبتقوله إن الاستوديو ما فيهوش إرسال والتسجيل أخد وقت طويل بيقولها أدم إن الشغل ده مش مناسب ليهم ولازم تسيبه ترفض ندين وبتتخنق معاه لأنها أخيراً لقيت حاجة بتحبها وشطرة فيها وبتضطر ندين تروح لمديرها في الشغل اللي اسمه شادي وبتعتذر له لأنها مش هتقدر تعمل إعلانات تاني وبيزعل شادي وبيقولها إنها موهوبة ويقدروا يلاقوا حل وسط لو عزلت قوضة في البيت وجابت مايك كويس وتروح لستوديو بس للتسجيل الأخير وبيرجع أدم من الصفر في يوم وبيلاقل قوضة اللي كانت بيشتغل فيها مع زولة وفيها مايك وبتشرح له ندين إنها حالة المشكلة عشان تعرف تشتغل فبيتخنق معاه أدم وبيرفض اللي بيحصل فبتقرر ندين إنها تاخد موقف منه ولما بيجيلها فرصة تشارك في فيلم بيرفض آدم وشاركتها فبتقرر ندين يتحدى الأول مرة في حياتها وبيروح آدم يقابل شركة جدد لمشروع الفندق صديق البيئة بتاعه وبيقتنعوا بفكرته ولما بيرجع البيت بتجيله فيفي وسلمة وبتطلب سلمة من ندين يروحوا المطبخ سوى يعملوا حاجة وبتسيب فيفي مع آدم اللي بتبقى عايزة تكلم مع عارف حوار الدكتور محسن اللي عايز جاوزه ومش عايزة ندين تعرف وبتحاول ندين تعرف من سلمة اللي بترفض تقولها أي حاجة وبيحاول آدم يستوعب الموضوع بعد ما مامته بتقوله إنها عايز تجاوز يقولها إنه محتاج وقت يفكر فيه عشان يقولها موافق ولا رفض الفكرة وبتترجف فيه فيه ما يقولش لأي حد لحد ما يعرفه الموضوع هيتم ولا لا وبعد ما بيمشوا بتحاول ندين تعرف من آدم الموضوع اللي مخبينه عنها وبيرفض آدم يقولها وتاني هون بيروح يشوف التقدم اللي حصل في الفندق اللي بيعملوا مع شريكته اللي بتقوله إنها متحمسة ليه جدا وهتعيش فيه لما يخلص وبيعرف آدم منها إنها مش متجوزة وعايش حياتها بدون مسئولية وبتروح فيه فيه تقعد مع هناء اللي بتقولها إن موضوع جوازها ده غلط وبتقولها فيه فيه إن الأعدة لوحدها هي اللي غلط وإنها عايزة وانس في حياتها وتوصل الرسالة للشريف من بنت غريبة ما يعرفهاش وبتطلب تكلمه في التليفون وبيرفض شريف يكلمها لحد ما يعرف هي مينه عايزة إيه أما آدم فبيفضل يتكلم مع شريكته داليا مهندسة ديكور طول الوقت على واتساب وبتدق ندين لكن ما بترضاش تعلق له وبيقرأ شريف في النهاية إنه يكلم جوليا البنت اللي بتبعت له رسائل وبيعرف منها إنها بتحاول توصله بقالها 16 سنة وبيعرف إنها بنته من علاقة سابقة وإن مامتها كانت رفضة تواصلهم ببعض وبتشتكل ندين لسلمة من اهتمام آدم الزيادة بمهندسة ديكور ورسائلهم لبعض فبتقولها سلمة إن دا طبيعي عشان شغلهم سوا لكن ندين بتأكد لها إن دا مش طبيعي وبتشتكل مامتها إن آدم تم بشغل أكتر من البيت وحاسة بالزهق من الأعدل وحدها فبتقولها مامتها نده غصبين عنه أكيد وموضوع جواز مامته شغله وتفاجئ ندين بالموضوع وبتعمل نفسها عرفه وآدم حكالها ولما بيرجع آدم البيت بتتخانق ندين معايا عشان خب عليها جواز فيفي فبيقولها إنه خاف يقولها عشان نرددها السخيفة وقراءها اللي كانت هتدايقه وبيروح آدم يتكلم مع شريف وبياخد رأيه في جوازة فيفي فبيقوله شريف إن دي حاجة تخص فيفي ما تخصوش فبيقوله إنه مش متخيل إنه يدخل بيت مامته يلاقي شخص غريب وياخد مكان بابا اللي مات فبيقوله شريف إن دا تفكير قاناني منه ولازم يحط نفسه مكانها وياخد القرار على أساس اللي يبسطها عشان ما يجيش يوم ويحسنه ظلامها فبيروح آدم يقابل حسين ويتعرف عليه وبيقوله حسين إنه إنسان واضح وصريح وعرف أولاده إنه هيتجوز رغم إنهم عايشين برة وكلهم موافقين لإنه وحيد زي فيفي وبعد ما بيخلصوا بيكلم حسين فيفي يطمنها وبيروح آدم يقابل فيفي وبيعرفها نوافق على جوازها وما بتصدقش فيفي نفسها من الفرحة وبتشكره أما الشريفة بيقرر يتوصل مع جوليا بنته ويشوف صورها وبتحكيله عن نفسها وطفولتها وفرح فيفي بتشوف نادين داليا وبتتدايق وبيعرفهم آدم على بعض وبتقف نادين متوترة جدا وبتروح لسلمة وبتحاول تتمسك قدام الناس عشان ما تعيطش ولما بيرجعوا البيت بيخانق نادين مع آدم وبتسأله عن طبيعة علاقتهم لإنها وغدة حيث كبير في حياة وبتطلب منه يمشي داليا وتمسك هي مكانها وبيقولها ان دا مش هينفع فبتقرر وقتها نادين انها توافق على شغل الدبلاش في الفيلم بعد ما كانت رفضان وبتروح تجربة أداء وبتعايت وما بتعرفش تشتغل وبيتدايق عليها شادي وبتعتزر له نادين لإنها مش قادرة تسجل فبيحاول شادي يهديها وبيعرف منها ان الشغل عاملها مشاكل بس فبيحاول يشجعها تكمل وما تستسلمش وهو هيزبط لها يوم تاني لتجربة الأداء وبترجع نادين تتخانق مع آدم لما بيعرف انها راح تجربة الأداء وبيسيب لها البيت وبتطلب منه نادين ما يرجعش إلا لما يمشي داليا من الشغل أما شريف فبيكلم بنته وبيقولها انه بيحاول يستوعبه وبيعتزر لها لانه مغضود ومتوتر من اللي بيحصل وبتقوله جوليا بنته انها جاية مصر في الأجازة ونفسها تشوفه وبيقرر شريف يسافر يومين لو وحده يفكر فيهم وبيكلم إما والدة جوليا وبيتخانق معها لانهم كانوا متفقين ما يتواصلوش وهي كسرت الوعد ويقوله ان جوليا هي اللي أجبرتها من كتر أسئلاتها عنه طول السنين اللي فاتت وبيقولها شريف انه محتاج وقت عشان يزبط حياته ويقدر يستقبل جوليا فيها ويشوفها وبتشوف نادين صور لأدم معدلة على السوشيال ميديا وبتتعصب جدا وبتحاول سلمة هديها وبتروح نادين شغلها وبيوصلها شدي للبيت وبيشوفهم آدم وبيتخانق معنادين وبيقرر يطلقها وبيعودوا سوا يقولوا البعض ليه حياتهم اختلفت وبقت كلها نكد واخناقات ومش مهتمين ببعض وبيرجع شريف من السفر وبيقرر يصرح سلمة بكل حاجة وبيقولها انه من 16 سنة تعرف على واحدة أجنبية جات مصر في أجازة وارتبطوا وصابوا بعض وبعد رجعت بلدها كلمته وقريت له انها حامل وقتها كان عنده 15 سنة بس وهي كان تكبر بكتير وما قدرش يستوع بالموقف لكن اما اصارت تحتفظ بالطفل واتفق انه مش يظهر في الصورة تماما ومش مطلوب منه اي حاجة غير انه يسمح لها تحتفظ بالطفل لان دي اخر فرصة لها للخلفة ومن شهر في بنت كلمته على السوشيال ميديا وقارف انها بنته وبتقوم سلمة وما بتستحملش تكمل وبتدخل قضتها وبتعايت وبتلم هدومها وبتسيب البيت وبتروح لنادين وبتحكي لها اللي حصل أما آدم فبيروح للشريف وبيقولوا انه متفاهم موقفه بس بيسألوا ليه ما حكاش لسلمة من الاول فبيقولوا انه كان موضوع خلصان وكان متفق مع مامتها ان البنت ما تظهرش في حياته ابدا لكن الوضع تغير والبنت كبرت وبقت عايزة تقرب من بابها وتعرفه اكتر وتقلق ماجي والدة شريف على سلمة وبتروح تطمن عليها لانها ما بتردش على مكالماتها تعرف من سلمة ان شريف مخالف بنت من علاقة سابقة وكانت سلمة فاكرة ان ماجي تعرف لكن بتكتشف انها متفاجأة زيها وبتحاول فيفي تتكلم مع ادم لوحده ومع ندين لوحده عشان يتصلحوا ويرجعوا عن فكرة الطلاق لكن الاثنين بيرفضوا وبيصامموا على الطلاق وبتروح هناء والدة ندين تتكلم مع ادم وتحاول تقنعه يتراجع وبيبرر ادم موقفه ناحية ندين وانه مش غلطان وانه دي غلطتها وعندهم مشاكل بقى لهم السنين ومش بيتكلموا فيها وما بيعرفوش يحلوها وانهم جابوا اخرهم خلاص وبيروح شريف يتكلم مع اهل ويبرر موقفه اضطر يوافق لكن دلوقتي هو يعرف غلطته وبيعتذر وبيبعد شريف رسالة الامة بيطلب منها تخلي جوليا تحجز تسكرة وتيجي على مصر وبيتطلق ادم ونادين وبيجيبوا المأزون وبيخلصوا اجراءات الطلاق كلها وبيلم ادم حكته بيسلم على ولاده قبل ما يمشي وبيطلب منهم يخالي بالهم من نفسهم ويخالوا بالهم على بعض وما يزعلوش مامتهم وبيعيط وبيحضنهم وبيقولهم انهم ما يوحشوا جدا اما نادين فبتقعد بيد على كنبة وبتعاية لوحدها وبتيجي فيفي وهناء وبتدخل سلمة وبيتكلموا في اللي بيحصل معاهم وبتقولهم فيفي ان دا طبيعي وانها شافت فيديو على الانترنت بيتكلم عن حاجة اسمها هرشة السنة السبعة وهي ان اي اتنين مرتبطين بيحصلهم مشاكل كبيرة بعد سبع سنين جواز فبتتريق هناء على كلام فيفي وبتطلب فيفي منها تدخل تقرأ في الموضوع عشان تصدقها وبتطلب هناء من نادين وسلمة ينزله يغيره جو وهي هتقعد بالعلم عفيفي وبتنزل نادين هي وسلمة يتمشه بالعربية وتقول نادين انها مش مقتنعة بهرشة السنة السبعة دي وبيقعد ادم مع داليا في الفندق وبيتكلمه في الشغل وبيحكي لها عن طلاقه بعد ما حاست انه متضايق وما كانش مركز في الشغل الفترة اللي فاتت وبيروح ادم يدي نادين اسمت الطلاق في البيت وبتسأله نادين هيقوله لولادهم امتى لانهم اسكية ومش عايزة تعمل حاجة تأثر على نفسيتهم وبيقرر ادم يسيب القرار النهائي لنادين وبيقولها انه هشوف الاطفال في الاجازة الاسبوعية مع دالاجازة اللي جاية عشان افتتاح الفندق بتاعه وانه هيبقى متكفل بمصاريف الاولاد كلها وبتستمر نادين في شغلها وبتخلص اول فيلم وبتشكر شادي على الفرصة وبتحكي له انها انفصلت وتقدر تدخل لأي شغل تاني عادي وبيحكي لها شادن ومر بنفس ظروفها وطلب من سنتين لكن معترف انها شوجاعة عشان قدرت تاخد قرار زي ده بعد 22 سنة حول وبتطلب نادين من شادن ويساعدها تلاقي شغل سابت فبيقولها انه حسن حاجة تعملها لانها تعملها بودكاست خاص بيها وبيبقى زي الازاعة في الراديو كده ولو نجحت هتقدر تلاقي رعا ليها وبترجع نادين البيت وبتتأثر لما بتشوف صور صحابهم متجمعين في افتتاح فندق ادم وبتدق لما بتلاقي داليا وقفة جنبه وبتقرر تلم كل حاجة تخص ادم في كراتين وبتقرر سلمة تروح لندين بعد ما عارف ان صحابهم من نادين شافت الصور على انستجرام وتحضن سلمة نادين وبتطبطب عليها وبتقول نادين ان كل صحابهم هناك حواليهم مبسوطين وهي لوحدها فبتقولها سلمة انها مش لوحدها وانها معا دلوقتي وثابتهم وجتلها فبتقول نادين انها مش هتعرف تكمل كده لان كل صحابها صحابه وما تعرفش اي حد ما يعرفوش ولو راحت اي مناسبة هتلاقيه هناك ومش هتقدر تروح او هتروح وهتبقى متنك كده فبتقولها سلمة انها هتقدر تعرف على ناس جديدة وتامل علاقات جديدة وبتقول نادين انها قاعدة تفكر هي عملتي في اخر 7 سنين لعمل الكرير ولعمل الصحاب ولا اي حاجة اما ادم فقدر يبني نفسه ويعمل كرير ويعمل مشروع والتاني وينجح وبيوصل رسالة لسلمة من شريف يبلغها انه هيلم هدومه وتقدر ترجع تقعد في بيتها وانه هيروح يقعد مع بنته اللي جاءت زوره في مصر وبترجع سلمة البيت وقبل ما يمشي شريف بيلاقيها بتعايت ومش قادر تاخد نفسها وبيجري اتطمن عليها وبيتأسف لها وبيكلم ادم وبيطلب منه يروح المطار يجيب جوليا عشان ما يسيبش سلمة في الحالة دي وبتوصل جوليا وبتروح الاهل الشريف اللي بيستغربه انها بتعرف تتكلم عربي وتقولهم انها عاشت في الاردن ودلوقتي عايشة في دبي وعندها صحاب عرب ومصرين كتير وبتقدم لهم هداجة بتهلهم معيها وبيوصل شريف وبيعتذر لجوليا عشان ما قدرش يروح لها المطار وبتحدن جوليا شريف اللي بيحس بغربة الموقف وبتقدم جوليا هدية لشريف وبيفتحها وبيلاقيها مجالات طبخ وبيشكرها وبيفرح بالهداية اما نادين فبتقرر تقعد مع ادم والاولاد عشان يقولوا للاولاد انهم انفصلوا وبتقعد جوليا مع والد شريف وبتقولوا انها حاسة انها لخبطت حيات باباها من وقت ظهورها ولما جات مصر لكن جدها بيقولها انها فهم الموضوع غلط وانهم متحمسين انها جاية لكن شريف ما بيتأقلمش مع الناس بسهولة ولا حتى مع الاماكن بياخد وقت وبتسأل جوليا جدها ازاي تقدر تخلي شريف يحبها وهي ما عنداش وقت طويل تقعده معاه فبيقرر جدها يساعدها ويقولها طريقة قربها من شريف وبيروح شريف لسلمة يطمن عليها وبتسأله سلمة ازا كان حوار جوليا هو السبب اللي خلاه ما كانش عايز يخلف فبيقولها شريف ان ده مش حقيقي ويقدر يشرح لها وجهة نظر كاملة لو اديت له فرصة فبتقرر سلمة تتكلم معاه وتدي له فرصة يتكلم وبيرجع بعدها شريف لأهله بيلاقي جوليا بتارد عليه يطلعه الصحرة سوا وبترفض تروح لمصدرات السيحية الزحمة وبيتفاجئ شريف بكلامها بس بيوافق على اقتراحها وبتتخانق ندين مع ادم لانه ما بيرضاش يخلي الاولاد يباتوا عنده في الاجازة الاسبوعية وبيسيبهم عندها وبتقولوا انه عندها حياة زيه ومحتاج وقت لنفسها وبيتخانق هاشم مع موته عشان مش عايزة تسيب بابا يقعد معهم في البيت وبيحاول ادم يهديه وبعدها يروح يقابل داليا وبيعبر لها عن اعجابه بيها لكن داليا بتفاجئ انها لسه مش قبل تدخل معها في علاقة خصوصا انه لسه مطلق بعد 22 سنة علاقة مع ندين وانه محتاج وقت عشان يتخطى العلاقة دي وبتقعد ندين مع سلمة وهي بتتمرن على حقوقات البودكاست وبتساعدها وبتعمل نفسها ضيفة معها في البرنامج بتاعها وبترجع سلمة للبيت وبيجي لها والد شريف اللي بيقولها انه جوليا منهاش زنب في اللي حصل وانه بيتمنى منها تشوف الموضوع من زاوية تانية وبيعزمها تتعشى معهم في المزرعة وبتتعرف عليها من قرية وبتروح سلمة تاخد رأي ندين وبتقولها انها لو ما كانها هتعمليه فبتقولها ندين ان الموقف صعب لكن شريف جالها وحكالها من نفسه وكان صريح ولازم تاخد ده في اعتبارها وبتقعد سلمة مع ادم ونادين وبتقولهم ان ابنهم قال لها انه حاسس انه السبب في طلق اهله وبعدهم عن بعض ولازم يدوروا على حلول تحسن من نفسية ولادهم ولازم يخرجوا سوا معهم زي زمان عشان ما يحسوش ان فيه تغيير كبير في حياتهم لحد ما يستوعبوا اللي بيحصل تقف جوليا مع باباها وجدتها في المطبخ يعملوا سوا الاكل وبتفضل تصورهم ويا سعيدة جدا وبتروح سلمة للعشاء وتعرف على جوليا اللي بتحضن سلمة وبتسلم عليها وبتحاول سلمة تستوعب الموقف وبتبقى سابتة وتتعامل بطرية طبيعية رغم توترها وبيشكر والد شريف سلمة انها جت وبتروح سلمة مع شريف لدكتور علاقات وبيتكلموا سوا في مشكلتهم مع ظهور جوليا وبتقول سلمة انها كانت عايزة تحس احسيس الاب والام مع شريف الاول مرة سوا وانها حست انها ضيفة وقت العاشة مع جوليا ومش عارفة تتعامل حتى مع اهل شريف اللي بيتعاملوا معها بشافقة لكن في نفس الوقت وجود شريف بيعالج مشاكل في حياتها قديمة وعدم وجوده هيبقى صعب عليها وبيقول شريف انه عايز يفضل موجود في حياتها وان السبع سنين اللي عاشهم معها احلى سبع سنين في حياته فبتقول سلمة انها مصدقية بس حاسها بالاخبطة وبتروح ندين لمنتجع صحي وبتقرر تهتم بنفسها في اجازة الاسبوع بعد ما بتسيب ولادها مع ادم زي ما اتفقوا اما شريف فبيسافر مع جوليا وبيقض وقت سوا في الصحرة وبيقربوا كتر من بعض وبيستمتعوا بوقتهم وبتفضل جوليا تصور كل اللحظات دي وبتسأل شريف ليه سلمة ما جاتش معهم ولو فيه اي مشاكل بينهم بسببها فبيقولها شريف انهم كويسين سوا وانها مجاتش عشان عندها شغل وبتدق جوليا عشان شريف بيجذب عليها وبيعملها على انها طفلة فبيعتر لها شريف وبيقولها انهم مش يعمل كده تاني وبيتفق معانه ويعملها على انها كبيرة ومش يخب عنها اي حاجة ما مكانك وبتحكي جوليا لشريف ان علاقتها بمامتها صعبة وغالبا بيتخنقوا كتير ومش متفاهمين خصوصا لما كانت سيرت وبتيجي وفضلت تعايت عليها لحد ما اعترفت لها باتفاقهم سوا لكن جوليا كانت بتحاول توصله عشان تلاقي معاه اللي ما قدرتش تلاقي مع مامتها وبيعترف لها شريف انه ساعات كان بيفكر فيها لكن كان بيحاول يوقف التفكير ده عشان فيه اتفاق وكان لازم يوفي به وبيعتذر شريف لجوليا اللي بتقوله نها سمحته من سنين وكل طلبه فرصة تقرب منه دلوقتي فبيقولها شريف انه كل اللي محتاجه شوية وقت عشان يستوق وتكتشف جوليا بعد نهاية الرحلة ان شريف قرب منها اكتر وعارف اكتر عنها وانه مركز مع تفاصيل حياتها الصغيرة وبتشكره وبتكلمه مسالما تطمن عليهم وبتارد على شريف يجو البيت عندها بدل ما يروحوا على بيت اهله بس شريف بيروح على بيت اهله الاول وبيسلموا عليهم وبيفرح هلال والده بالتقدم اللي بين ابنه وحفيته وانه علاقتهم بتتحسن وبينبار هلال ان سلمة طلبت من شريف يروحوا البيت وبيعبر له شريف عن خوفه من الخطوة دي فبيأكد له هلال ان الدنيا هتفك شوية بشوية وبيشكر شريف والده على وجوده في حياته ودعمه ليه دايما اما نادين فبتقص شعرها وبتسبغه وبتغير من شكلها وبتحاول تبدأ صفحة جديدة في حياتها وبيجي شادي عشان يعمل معها حلقة في البودكاست وبيتعرف على ولادها وبيسلم كمان على سلمة اللي كانت سبب في معرفتهم ببعض وبتوصل جوليا لبيت شريف وسلمة وبتتفرج عليه وبتقول جوليا انها مش عايز تدخل الجامعة بعد ما عرفت ان باباها درس صيدلة واشتغل حاجة بعيدة عنها وبتقول ان ده سبب انها مش شايفة ان الجامعة تفيدها ولسه هتفكر ممكن تعمل ايه مكان الدراسة وبتوصل جوليا تتفرج على صور فرح شريف وسلمة وبتعبر عن اعجابها بشكل سلمي في الفرح وبيعرفها الشريف على كل واحد في الصور وبتقول جوليا ان سلمة والشريف اللايقين على بعض جدا وده بيخلي سلمة تتبسط في نفس الوقت اتعايت وبتنزل دموعة وتلاقي جوليا نمت على كتفها فبتتأثر قوي وبيحضنهم الشريف وبيكاملوا فرجة على الصور وبيروح شريف لدكتور العلاقات مع سلمة وبتقول سلمة انها لسه قلقانة ومش عارفها تتعامل مع الوضع الجديد ومش عارفها تتأقلم مع الوضع الجديد ولا لا ومش عارفها ايلا يحصل في المستقبل وبيسأل الدكتور شريف لو هو كمان عنده مخاوف وبيقول شريف ان المرحلة دي عنده خوف واحد ان سلمة متعرفش تتأقلم وتسيبه وبيتخانق قدم مع ندين لما يعرف ان شدي جيل بيت يسجل معه حلقة وبتقوله ندين ان مالوش حق يتكلم معه في ده فبيقولها قدم انه كده هيجيب داليا صاحبته معاه وهو جايبات مع ولاده في الاجازة وبتعمل ندين حلقة مع فيفي وبيتكلمه فيها عن العلاقات بين الست والراجل وبعدها حلقة مع هلال اللي بيتكلم فيها عن مشاكل الراجل الشرق اللي متعودش يتكلم ويعبر عن نفسه ودي الواحدة بتخلق مشاكل وبينجح برنامج ندين اللي شادي بيفاجئها ان فيه ممول متم بالبرنامج بتاعها وبتتوطر ندين جدا وبيحاول شادي يهديها ويفاهمها ان دي خطوة مهمة وحلوة وفيها فلوس كمان وبتشكر ندين شادي على وقفته معها وبتسألوا ليه بيعمل كده معها وليه واقف جنبها وبيساعدها وبتقولوا انها خايفة انه يكون مستني منها حاجة فبيقولها شادي ان مش لازم نساعد بعض عشان مستنيين حاجة وانه بيعمل كده عشان اصدقاء ومش مستني منها اي حاجة وبتبدأ جوليا تشارك سلمة والشي في حياتهم وبتخليهم يعملوا فيديوهات سوا عن نت وبيتحكوا عليها وفي نفس الوقت كان ادم مع ولاده بيلعب معهم وبيقضي معهم اجسل اسبوعية وبيقضي يحكي لهم حدوتة لحد ما بيناموا وبينام هو جنبهم وتاني يوم الصبح بتيجي ندين وبيتلاقي ادم والولاد قاعدين بيلعبوا وبيطلب الاولاد من ندين تنضمي لهم وتلعب معهم وبتدخل ندين ترقص قسطهم وبيتصوروا سواهم اوسطين وبيبانع على ندين وادم انهم بيحنوا لبعض وعايزين يرجعوا لحياتهم سوا وبيقرر ادم انه يطبخ بنفسه الاكل وبيقعدوا كلهم ياكلوا سوا وبيعرض ادم على ندين تيجي مع العيال الفندق يقضوا وقت سوا هناك وبيطمنها انهم هيكونوا لوحدهم وكان قصده ان داليا مش هتكون موجودة وبتوعدوا ندين انها تفكر وبتبصلوا وبتبتسم اما الشريف فبيتفاجئ ان بنته جوليا بتقولوا انها مش عايزة تمشي وتسيبه وعايزة تقعد معاه في مصر وبيقولها الشريف ان ده قرار محتاج تفكير فبتقولوا جوليا انها فكرت فبيسألها عن دراستها فبتعرفوا جوليا انها تقدر تنقل دراستها هنا ولما بيسألها عمامتها بتقولوا انها عاشت معها 16 سنة وكده كده كانت هتسبها بعد سنتين فبيفهمها الشريف انها لو عاشت في مصر مش هتعيش لوحدها زي بر فبتقترح جوليا انها تعيش مع جدها وجدتها عشان مراعي انه ما ينفعش تعيش معها وسلمة فبيحاول شريف فهمها ان المكان اللي بتزوره في اجازة غير اللي بتعيش فيه وانه مش بيقولها ده عشان يخوفها لكن لازم تراعي كل الجوانب وهي بتاخد القرار فتقولوا جوليا ان اهم حاجة بالنسبة لها انه يكون لها قب زي صاحبتها ازاي يقولولها القرار من غير ما تدايق وبتدخل عليهم سلمة تقولهم انها رايحة تشتري حاجات من السوبر ماركت فبتعرض عليها جوليا انها تروح مكانها وبتقولها انها بتحب تشتري حاجات من السوبر ماركت وبتلاحظ سلمة ان الشريف قلقانه وبتسأله بعد ما جوليا بتمشي عن السبب فبيحكي له عن قرار جوليا وانه رغم قالقه الا انه كان بيفكر في اللحظة اللي هتمشي فيها فبتقوله سلمة انه تعلق بيها وبيبان على الشريف الأخبطة وبيسأل سلم عن إحساسها فبتقوله أنها حاسة أنها محتاجة وقت شوية ومحتاجني يفكروا سوا في القرار وإزاي هيأثر على حياتهم وبيروح آدم لندين في يوم بالليلة عشان يسلم على الولاد قبل ما ينام وبتقوله ندين أن الولاد ناموا من بدري وبيسمع صدف المطبخ وبيعرف أن السباك بيصلح الحوض فبيقرر آدم أنه يوقف معه عشان ما ينفعش توقف لوحدها مع السباك وبتستغرب ندين التغير اللي حصل لآدم واهتمامه بيها وبالعيال لكن بيبان عليها السعادة من التغير ده وبتروح سلمة تتكلم مع شادي وتحكيله عن التغير اللي حصل مع آدم وبينصحها شادي تفضل لوحدها شوية عشان تعرف تاخد قرار سواء بالرجوع لآدم أو الاستمرار لوحدها وبيروح شريف للدكتور النفس وبيقول أنه بيحس بالفخر بيها لكن بيحس بالزنب لأنه مش من حقه يحس الإحساس ده لأنه ما كانش معها الفترة اللي فاتت كلها وبيبقى بيتكلم عن بنته وبيسأله الدكتور عن اللي عايزه دلوقتي فبيقوله أنه عايزها تفضل في حياته بس خاف على علاقته بيها وبسلمة وبيقتنع شريف من كلام الدكتور أنه مشكلته مع إما هي السبب في خوفه من الخلفة مع سلمة وبيروح شريف يقعد مع والده اللي بيقوله أن ده قرار كبير ولازم يفكر فيه كويس أما سلمة فبتقعد مع ففل اللي بتقولها أن ده قرار صعب مش سهل فبتقولها سلمة أنها قررت تمشي بإحساسها في الموضوع لأنها مش عايزة شريف يعمل مع جوليا اللي أهلها عملوا معها وهي صغيرة من ناحية تانية بيحاول آدم يتهرب من داليا ويروح للعزومة اللي عملها شريف عشان يعرف صحابه وبجوليا بنته لكن داليا بتصر تروح معاه فبيكلم آدم شريف وبيطلب منه يساعده يلاقي حل عشان ما تروحش معاه لكن شريف ما بيشوفش الرسالة وبيضطر آدم ياخد داليا معاه بتزعله سلمة لما بتشوفهم وبتجري تكلم نادين عشان تعرفها أن داليا جات مع آدم وبتحلف لها أنها معزمتهاش وبتكلمها تقولها عشان ما تتفاجئش فبتقرر نادين أنها ما تروحش العزومة لكن بتغير رأيها في النهاية وبتفاجئ سلمة وآدم وشريف وبتروح العزومة وبتسلم مع الناس بما فيهم آدم وداليا وبيعودوا كلهم يتكلموا عن بودكاست نادين وبيبركلها عليه وبترجع نادين البيت وبتدخل تخسل وشها وبتعيط بعد ما حاولت تتماسك وتتعامل بطريقة طبيعية قدام آدم وصحابهم وبيحاول إبراهيم والد نادين أنه يرجع هناء لكن هناء بترفضوا بتقولوا أن علاقتهم بعد الطلاق أفضل بكتير وما فيش مشاكل وراخناقات لكن إبراهيم بيقولها أنه مش هيزق ولا هيأس وهيفضل عنده أمل يرجعه أما شريف فبيكلم إما وبيقولها أن جوليا هتقعد مع سنة فبيتحيط وبتقوله أنه بنتها مش هترجع لها تاني وأنها كانت حسب ده وأنها قمي فشلة لكن شريف بيأكد لها أنها أم عظيمة وقدرت رب جوليا وبتسأله إما لو زعلان عشان قسرت بوعدهم لكن شريف بيفاجئها أنه مزعلان وأنه فعلا لو زعلان من حاجة هو أنه حرم نفسه من بنته 16 سنة وظلمها وأنه هيحاول يعوضها ده ويبص للمستقبل وبيروح أدم لندين وبيقولها نداليا سبيته عشان لما شفيتهم في العزومة حست أن أدم لسه بيحب ندين وبيعترف أدم لندين أنه مش مبسوط مع غيرها فبترفض ندين تعلق على كلامه وبتطلب منه يسيبها عشان تمشي وبيطلب أدم من ندين يطلع معه في بودكاست بتاعها فبقرر ندين توافق وبتعه تسجل معاه وبتسأل ندين أدم في البودكاست ليه العلاقات بتفشل فبيقرر أدم أنه يقول إزاي العلاقات ما تفشلش وبيحكي أن العلاقة بتتحول في لحظة ليساحة حرب وعشان العلاقة ما تفشلش لازم الناس تتعلم إزاي يتخانقوا صح يعني مش لازم يكون الهدف أننا نكسب الخناقة الأهم هو أننا ما نخسرش الطرف الثاني بعد الخناقة وبتفاجئ ندين أدم في النهاء أنها ما كانتش بتسجل وبيطلب منها أدم أنه يفتح معه صفحة جديدة وبتوعده تفكر وبينتهي المسلسل الفيديو ده كتابته أمل عقيل وسجله محمد طاهر ده اللي هو أنا يعني ومنتجه محمود طاهر وما تنسوش تعمله فلو صفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية وفلو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية وفلو صفحة هكونة مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الأنيمي والكارتون سلام